ليس صحيحا ما يقال كل الطرق تؤدي إلى أوروبا فهذه الصرخات الطفولية تلخص قصة معاناة ألاف اللاجئين على حدود الاتحاد الأوروبي الذي يشدد إجراءاته لمنع دخول المهاجرين برا وبحرا هذه السياسة الأوروبية المتشددة دفعت الصحف إلى الانتقاد اللاذع للدول الأوروبية موقع ميدل إست يصرح علنا أن الغرب هو من تسبب في مشكلة اللاجئين ومع هذا أغلق الأبواب بوجوههم مضحا أن حالة عدم الاستقرار والقلاقل التي نجمت عن الإجراءات الغربية في مختلف أرجاء الشرق الأوسط تتفاقم تحت وطأة ضربة ثانية لا مفر من أن يتحمل الغرب نصيب الأسد من المسؤولية عنها ويعود موقع ميدل إست إلى أصل المشكلة المتعلقة بالاحتلال الغربي لبلدان الشرق الأوسط حيث يقول أن تدعيات التدخل الأجنبي حول الملايين من سكان المنطقة إلى لاجئين أجبروا على الخروج من أوطانهم بسبب الفوضى العارم الناجم عن الفوضى المتصاعدة واستمرار القتال فضلا عن الدمار الذي لحق بالبنة التحتية وتلوث الأرض بالذخيرة ومخلفات الحروب كما أن الدور الغربي السلبي في بلدان الربيع العربي ساهم في تفجير قضية اللجوء وتعامل معها بشكل غير منصف كما يقول الموقع البريطاني واليوم يقبع معظم هؤلاء اللاجئين في خيام نصبت لهم في معسكرات على حدود أوروبا ويعيشون على الصدقات التي تردهم من هنا وهناك ولا يكادون يجدون سواها السياسة الأوروبية مؤخرا تجاه موجات اللاجئين بدأت تكشف عن نزعة يمينية متطرفة لن يقتصر شرارها على من هم على أبواب اللجوء فقط بل ربما يصل إلى اللاجئين الموجودين فعلا في الاتحاد الأوروبي وخصوصا في ظل صعود الأحزاب اليمينية